كل فرد من هؤلاء المتظاهرين جاء إلى ساحة البرلمان في لندن ليقول شيئا نصرة لحرية التعبير أما ديفيد دورمينو النحاة الإيطالي العالمي فقد جلب معه تمثيله البرونزية لجوليان أسانج وإدوارد سنودن وشيلسي مانينج كمادة سياسية لإطلاق صراح جوليان أسانج من السجون البريطانية بالنسبة إلي هؤلاء أبطال لأنهم يملكون الشجاعة ولأنهم ضحوا بأنفسهم من أجلنا جوليان أسانج ما زال في السجن منذ أربع سنوات وربما يرحل إلى الولايات المتحدة وبالتالي هذه لحظة حاسمة نحن هنا للتظاهر ولتقديم كامل الدعم له لندن التي تعد المحطة الثالثة والعشرين لجولة النحاة الإيطالي ديفيد دورمينو على المدن الأوروبية أراد من خلالها التعريف بقضية أسانج ورفاقه المطاردين لرفضهم التسوية وتمسكهم بحرية التعبير فضلا عن التأكيد بأنهم أبطال وليسوا خوانا وقد تعمد الفنان الإيطالي ترك المقعد الرابع إلى جانب أسانج ورفاقه للرأي العام ليحثهم على شجاعة قول الحق كما فعل أسانج ورفاقه في الوقوف بوجه التغاطي والتمسك بحرية التعبير هناك عائق قانوني واحد أمام احتمال تسليمه لواشنطن خلال أسابيع فنحن بحاجة إلى أن يفعل الناس شيئا لأن الوقت بات حاسما بشأن تسليمه للولايات المتحدة ووضعه في السجن مدى الحياة المشاركون في التظاهرة أشاروا إلى أن قضية أسانج هي في لحظاتها الحاسمة بعدما رفض القضاء البريطاني الدعوة القضائية المقدمة من فريقه القانوني لعدم تسليمه لواشنطن أسانج ورفاقه يمثلون برأي هؤلاء المتظاهرين رموزا ستخلد في التاريخ لكشفهم أكاذيب الحكومات الغربية في خوض الحروب ولا سيما في العراق وأفغانستان ويرون فيهم أبطالا لأنهم دفعوا ثمن قولهم كلمة حق في وجه الإدارة الأمريكية الجائرة مسسر لندن الميادين